إن الله سبحانه وتعالى خارق الكون بقوانين والقوانين دي هي اللي بيطلق عليها الاسم الديني كلمة قدر يعني الله خالق كل حاجة بمقدار وقدر معين اللي بيعرف هذه المقادير بيحطها جنب بعض يحصل على النتيجة فاحنا هنفضل طول الوقت نبحث في هذه المقادير وفي هذه الأقدار عشان نكتشفها نكتشف المعادلات بتاعتها فلما هنعملها هنحصل على نتائج إيجابية رائعة وكل التفارات اللي حصلت في الكون في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والطبية هي نتجة من علماء قاعدوا يتأملوا لغاية ما اكتشف إن في معادلة هنا المعادلة دي لما عملها وكررها طلعت نتائج فرح مسميها قانون فكلمة قانون هي مسمى بشري حلو كده ولكن ده لا يمنع إن ربنا حاطت أشياء كتير في الكون دورنا إحنا نبحث فيها حلو؟ اللي بيحصل بقى إن إحنا لما نبحث فيها وبنتلعها ممكن ناس بتكون بتتكلم عنها كلام أو بتشرحها بطريقة معينة الطريقة هي اللي قد تكون مش واضحة أو قد تكون الطريقة تؤدي إلى أفهام مختلفة فهنا اللي بنتناقشه ده يعني هدف الحلقة دي نحن نبين إن المشكلة في الأفهام مش في القانون نفسه كلمة قانون معنائية دي مثال بسيط جدا في يوم الأيام عالم العلماء أنتوا أكيد عارفين اسمه وأنا بقول القصة هتفهموا اسمه كان قاعد تحت شجرة فنزلت عليه تفاحة فلما نزل التفاحة قاعد يتأمل إيه اللي خلت تفاحة تنزل وإيه اللي وقعها وهي كانت ماسكة في الشجرة فقاعد يبحث لغاية ما اكتشف قانون سماه قانون الجاذبية وعرف التصارع والمعادلات بتاعته وبينوا عليها أبحاث كتير مع اكتشافات كتير عاملينها اللي أنا أقصده بقى قبل ما هو يكتشف القانون ده هل الجاذبية ما كانتش موجودة؟ لا موجودة بعد ما اكتشفه هل كل المتعلق بالجاذبية تعرف ولا لسه فيه أبحاث كتير هتكتشف كل فترة حاجات أيوة لسه فيه أبحاث وكل فترة هكتشفه حاجات أعمق وأعمق في القانون الأعظم بتاع الجاذبية اللي هو بيشد الأشياء إلى الأرض خلاص النقطة المهمة بقى إن لما بعض الناس بدأوا يلاحظوا إن أنا كبني آدم طريق التفكيري بتعمل صور ذهنية جوايا وبتعمل مشاعر لحظوا إن لما إنسان بيكون جواه صورة ذهنية ومشاعر بعد فترة الحاجة اللي كان بيفكر فيها أو عملت له مشاعر إما سلبية أو إيجابية حصلت في حياته فأطلقوا عليها مجازا جذبت إلى حياته حضرت إلى حياته بعض الناس يقولك تجلت في حياته فدي كلها مسميات للقانون اللي بنتكلم فيه اللي هو إيه قانون أن اللي أنت وركزوا معيه في المصطلح ده مهم جدا اللي أنت بتستحضره في ذهنك من صور ذهنية يصاحبها مشاعر جسدية تقع وتصبح الواقع بتاعك يعني الواقع هو وقوع ما كان في ذهنك من صور ومشاعر يوما ما مع بعض القوانين المعينة لما تعملها تقع ففي قوانين لما اكتشفناها بقى بتخلي الواقع يقع أسرع أو ما في الذهن يقع أسرع واللي بيدرس القانون ده بيقدر يوقع ما يريده بصورة رائعة جدا اللي مش درسه للأسف ممكن يكون بيقع عليه الأشياء السلبية من أفكار سلبية من قناعات سلبية وهو مش واخد باله ومعظم من يحارب أو يتهم قانون الجذب بأنه وكلام فاضي هما وقعين في جذب سيء هما مش واخدين باله نعم اذا بدنا نبسط الموضوع بخطوات عملية بحس ممكن شوية لازم نحكي على قانون الذبذبات أو the law of vibrations حتى الناس تفهم كيف الموضوع جذب بصير للأساس إيش هو الإشي اللي بيجذب بشي تاني بتحب توضح أكتر شوية عن الموضوعها حضر لو احنا عارفين أبسط مثال خدناه وإحنا في ابتدائي حتى في العلوم الشوكر رنانة لو احنا جبنا شوكر رنانة اللي هي بتبقى عاملة حرف يوك كده وفيها مقبض وتخبط بيقى فيها vibration ذبذبها لما كنا بنقربها من شوكة تانية اللي كان بيحصل أن الشوكة بتبدأ تاخد من ذبذبات الشوكة دي حلو؟ مثال تاني خلص دي ذبذبات حركة ذبذبات حركية طالعة من الشوكة في مثال تاني من بعض الناس بيعملوا أنه أنا جيب كباية مية سخنة وأحط جنبها على مسافة مثلا سنتي مثلا كباية مية سععة بعد فترة المية السخنة بتنتقل إلى المية السععة ده بالضبط اسمه قانون الذبذبا أن اللي انت بتجيبه من ذبذبات بعد فترة الواقع بتاعك بيصبح شبيه لهذه الذبذبات يعني الفكرة عبارة عن ذبذبا يؤكدها المشاعر مع أنها الذبذبا بقت أقوى أطول فترة بقى أنا عمل أصدر هذه الذبذبات بعد فترة هيحصل بنسميها synchronizing أو أنها بتتزامن بعض الناس بترجموها كده أن بتبدأ الواقع اللي برا يبقى زي الذبذبا اللي أنا فيها اللي هو وقوع ما بداخلي فعشان كده مهم أحافظ طول الوقت قدر الإمكان في الـ 24 ساعة أطول فترة ممكنة الذبذبات اللي أنا عاوز مثيلتها تكون هي اللي واقعة في حياتي فأنت واللي بتعمله بقى إما بتحافظ على ذبذبات سلبية أو إيجابية وكيف الواحد ممكن اليوم يبلش يطبق هذا الإشي بطريقة عملية إذا الواحد اليوم الآن عم ببلش يسمع عن قانون الجذب وبلش شويه يفهم الخلفية تبعه عم يحكي لك طب عاطيني خطوات إيش الشي اللي لازم أعمل وحتى بلش أتذب الأهداف اللي بدي أحصل عليها بحياتي طيب أولا لازم علشان الإنسان يبقى بيطقن موضوع قانون الجذب أو يقدر يشتغل عليه صح لازم يكون فاهم أن إله الكون خلقنا وجوانا قدرة على الخلق يعني إحنا جوانا قدرة على الخلق ممكن نستخدمها بالخيال ونعمل بعد كده رسمة نعمل بعد كده جرافيك نعمل بعد كده كل دي عبارة عن خلق إحنا خلقناه لما استخدمنا هذه القدرة بعض الناس عندهم مشكلة في كلمة خلق وبيتخضوا منها فأنا عايز بس سماهد كده أن أنت أحذر الناس اللي بيكفروا أو بيخوفوا أو بيرعبوا باسم الدين كلمة خلق كلمة عادية جدا ربنا وصف بشرهم وبيخلقوا ووصف نفسه وقال تبارك الله أحسن الخالقين ففي خالقين ولكن الله سبحانه وتعالى أحسنهم قدرة الخلق دي مستمدة من اسم الله الخالق فأنت كإنسان عندك القدرة دي ولكن إحنا بما أننا الفترة اللي فاتت من حياتنا بقينا بنستخدم الخلق عن طريق الأكشن الفيزيكال بالجسدي أو الفيسيولوجي يعني أننا بخلق بإيدي بالرسم بالبرمجة بالبناء بالكلام ده كله في ناس بقى مش مدركين أن في نوع تاني من الخلق وهو أقوى وأعظم تأثيرا هو الخلق عن طريق التصور الذهني ما تتصوره ذهنيا بيخلق مشاعر داخلك لما المشاعر تخلق اللي اتنين بيخلقوا واقع يبقى أنا أول حاجة لازم أعملها أن أنا أبدأ أعمل كنترول وتحكم على التصور الذهني بتاعي يعني إيه كلام ده يعني أنا دلوقتي عايز المستقبل بتاعي يبقى إيه يبقى لازم التصورات الذهنية بالمشاعر بتاعتي تكون زي ما أنا عايز وإلا هيحصل عكس لأن أنا خالق على الدوام طبعا بمقداري البشري مش بالمجمل ولا بالصورة اللي عند الإله أو الصورة العظمى اللي عند الإله يبقى أنا أول حاجة هعملها أن أنا هبدأ أعيد كإنسان بقى النهاردة بدأ سمع عن قانون جاذب وعايزة طبقه حرفيا في حياته أول حاجة لازم تعملها أنك تبدأ تعيد مسميات ومعاني الأحداث حواليك إحنا زمان بالفطرة للأسف مش عايزة أقول بالفطرة بالتربية والتعاملات اللي حصلت في حياتنا أصبحنا بنضع مسميات سلبية جدا على الأحداث وبالتالي أنا حطيت مسمى سلبي فالمعنى للحدث بقى سلبي فلما الحدث بيحصل بيعمل خلق لتصور ذيني سلبي على المستقبل مع مشاعر سلبية يوم يبدأ يحصل لي مزيد ومزيد ومزيد بعدما موقف واحد يحصلت ليعملي أكبر ممكن تعطي مثال عملي على الإجزامبل اللي شرحته عشان ممكن الناس تحس فيه أكتر بعد إذنك حاضر هدي مثال عملي بس هقول قاعدة الأول وبعك هدي المثال القاعدة بتقول أن كل شيء في الكون خلقاه الله محايد له سلبي ولا إيجابي أنا لما ادي له المعنى بأحصل على مشاعر المعنى ثم تصورات أنا بعمل لها جينريشن بخلقها جوايا من نفس المعنى ثم هذه التصورات تزود مشاعر تانية ثم تصبح واقع يعني إيه كلام ده لو أنا النهاردة وده مثال شهير يمكن أنا عامله في كورس اسم قود كلمة تفكير بشرحه بالتفصيل لو أنا النهاردة جبت سيارة السيارة لكب فيها أب ولكب فيها شاب يعني في عمر التلاتين مثلا ولكب فيها طفل والتلاتة في السيارة الأب سايق السيارة وفجأة خبطه يعني كان فيه مطاب مثلا جامد فطاك حصل خبطة جامدة جدا في السيارة كان ماشي بسرعة فحصل خبطة جامدة جدا في السيارة ارتفعت عن الأرض ووقعت تاني بصورة قوية خلاص الأب بتخض وقال أحوذ بالله ربنا يا السور ممكن يكون الحاجة حصل في السيارة وبدأ يفسر المعاني بصورة سيئة طبعا لما وقع لما السيارة يعني المطاب خبطها فقافزت لأعلى ونزلت حصل مشكلة في العجل فتكسرت فوقعت على الأرض خلاص كده فالأب بتخض وبقى شايف الموضوع مصيبة وسيارتي والسيارة بازت وبدأ يدي معاني سلبية ويدي معاني لتمن السيارة ويدي معاني كم الجهد اللي اشتغلته عشان أجيب الفلوس دي وتقول الفلوس اللي خسرتها وعشان أصلحها هتتكلف كم كل دي معاني بقت دخلة عنده سلبية جدا علشان هو حط المعاني دي بسرعة حلو الشاب قاعد جنبه في السيارة ما حطش المعاني دي ومش واخد باله من اللي أبو بيفكر فيه هو بسرعة ركز الأب الحمد لله بخير الابن أخويا بخير فالحمد لله كلهم بخير مش مشكلة جات في السيارة مش فارق معايا المهم إن بابا وأخويا بخير هل مشاعر ده زي مشاعر الأب أكيد لا أكيد مختلفة الابن الصغير ما عندوش الإدراك ده كله في عمل إيه فكرناها زي المرجيحة هب الله أمقال بابا بابا حلوة كمان مرة يا بابا الله يخليك اعمل لي كمان مرة فدي بمثال بيبين إن التلاتة في نفس السيارة والتلاتة في نفس الموقف ولكن أفكار ومعاني كل إنسان تحكمت في الطاقة اللي جوا حلو كده طيب تعالوا بقى الأب عشان ممكن أحد يقول لي آه أصله طفل أصله مش فاهم حلو تعالوا بقى نحط صورة عند الأب اللي هو مثال بيحصل لنا كلنا لو أنا دلوقتي أب جوا السيارة دي فقمت بعد ما حصل كده قلت آه الحمد لله إن أنا أدركت إن أنا ما كنتش واخد بالي فلازم بعد كده أنتبه الحمد لله طالما السيارة حصل فيها كده إذن دي إشارة إن أنا ربنا هيرزقني وهيجيب سيارة جديدة وأنا هركز للفترة الجاية عشان أطور من سيارتي يمكن آن الأوان إن داعوا مراها خلاص فأنا للفترة الجاية هركز عشان أجيب واحدة جديدة فبدأ يتفائل بإن اللي جاي كله خير ممكن تكون شالت مصيبك هتهجيلي فالحمد لله جت بصورة بسيطة جدا اللي جاي هيبقى أحلى وبدأ يتفائل إيه اللي هيحصل هل هو كده غير إن السيارة اتكسرت لا بس غير مشاعره صح والغالط نعم فطالما غيرت مشاعرك اعرف إن الفترة الجاية هيجيلك أفكار هيجيلك إلهامات عشان تقودك للي أنت عايزه حادث أقول لله شخص مش مقتنع بهذا الحك بيحكي طب شو بيضمن لي إن أنا رح يجيني أفكار أحسن شو بيضمن لي رح أجذب إشي أحسن لحياتي شو دخل هاي بهاي ما هي دي الله عليك عايزة ما هي دي بقى اللي كنت عايزة أكمل الحكاية أنا طمعين كتر ما أنا بتحمس كتير حأقاطعك اليوم بالعكس حأقاطع زي ما أنت عايز معك جرين لايت أو جرين لايت النقطة المهمة إن أنا في ناس فكرين إن أنا أول ما عد كده وغمت عيني وأشوف الدنيا وردي والدنيا جميلة فأنا بعيش نفسي في أحلام الياقزة وبعيش نفسي في الوهم وهو هو زي ما هو فين ده يعني هلاقي الجذب شغل الجذب المرطيس يوم جايلي ومن يهاجم قانون الجذب هو يهاجم بسبب هذا الفهم أنا هقول جملة للأسف سيئة بس أنا أعني بها الفهم مش الشخص هذا الفهم السقيم أو الفهم الخاطئ رؤيتك فعيل هال الخاطئ المرسومة حوالي موضوع قانون الجذب ناس فكرين إن أنا لما هعود أغمت عيني كده أقول إيه أنا سعيد أنا سعيد أنا سعيد هلاقي السعادة تاك 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 بتخبط عليها أنت فين أنا جيالك لا ده كلام فاضي ولو قانون الجذب كده فأنا أول واحد بقول ده هبل وده كلام فاضي ولكن إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إن ربنا سبحانه وتعالى واضع الرزق في الكون والرزق كله في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون النقطة اللي لازم نفهمها إن الرزق ده كمان ذبذبات وبالتالي بحسب ذبذباتي هيأتيني هذا الرزق في شكل أفكار فكل ما أنا حافظت على مشاعر إيجابية عالية كل ما عقلي بقى أعامل زي الدش كده أو الطبق الدش اللي بيستقبل الداتا أو الذبذبات بتاعت القنوات هيبقى بيستقبل الأفكار الملهمة الإيجابية أو الرزق الإيجابي لازم أقوم أنا بقى أعمل السعي بتاعي الجسدي هلاقي كل حاجة متسهلة بصورة أروع عشان كده بحب أفرق يا عيسى ما بين نوعين من السعي ناس كتير مش منتبهين لهم ليهم سعي النفس وسعي الجسد سعي النفس تسعة وتسعين في المية وسعي الجسد واحد في المية وبالتالي لازم يكون في سعي جسد مفيش حاجة اسمها مفيش سعي جسد لازم سعي الجسد أنا بقى لما بكون اديت معنى إيجابي للموقف ذبذباتي بيت إيجابية تصورت ذهنيا مواقف إيجابية جميلة رائعة بيبدأ كل الكون يتشكل لأن ربنا مسخر ليه ما في السماوات وما في الأرض لأن كلمة كون سعي بتخض الناس حلو؟ ربنا قال لنا في القرآن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى فمسخر ليه معنى إيه؟ يعني عشان ندرك بس أبسط معنى للتسخير افتح إيه دك كده ويقفل إيديك وافتحها تاني تخيل ودي ممكن بقولها للشقاء في كرسات عشان أصدمهم شوية بقول لهم تخيل كده أن أنا جاي من كوكب تاني وأول مرة شوف إنسان بيعرف يضم إيديه يقفلها ويفتحها وقمت يقول له الله طب علمني أقفل إيدي كده إزاي وافتحها إزاي يلا علمني كده هتقول لي إيه إيه في إيديك يعلمني فبيعودوا متلخبطين في الدورة يعني إزاي طب هعمل إيه هقفلها إزاي يلا ها هبعت إشارة من المخ إلى يلا هبعت إشارة أعمل إزايك إزاي هبعت إشارة للعضلات طب أنت عارف كم عضلة بتتحرك عشان تقفل إيد ولا كم عقلة صبع آه استني واحدة كده أنت بتعمل تصور ذهني داخلك هذا التصور الذهني لأن الجسد مسخر ليك فالجسد بينفذ هذا التصور الذهني فبيقفل إيد إيه رأيك لو قلت لك أن الاتصال ما بين الصورة الذهنية وأصابع إيدك هو اتصال طاقي مش مادي لأن النفس طاقة أصلا والجسد مادة وبالتالي هذا الاتصال أصلا اتصال طاقة نفس الاتصال ده هو نفس الاتصال اللي بينك وبين كل مخلوقات الله بس إحنا ما تدربناش عليه عشان كده أول مرة بتمسك الألم بيكون لسه الاتصال مش قوي الكونيكشنز الطاقية ما بين فكرك وما بين صوابعك لسه محتاجة تركيز أكتر تخيب الأكتر وإنت كل مرة بتمسك الألم فيها بالاتصال بيبقى قوي قوي لغاية ما بقيت بتعرف تستخدم صوابعك ومنتهى السرعة أو الجاذب كده بالضبط كل مخلوقات الله في الكون مسخرة لنا اللي ربنا مسخرة لنا في الكون اللي احنا عايشين فيه الوقتي وبالتالي بحسب تحكمك في خيالك وتصوراتك الذهنية يوم بعد يوم بعد يوم سرعة الجذب بتبقى أعلى وأقول لكم على سر للأسف أنا دايما عشان أدي مثال يقنع الناس بدي مثال سلبي يعني إيه عشان معظم الناس عايشين سلبي للأسف بقول لهم كم مرة لأنك أنت عندك اقتناع يقيني إن الحاسد هيحسدك بمجرد ما يبص على الحاجس اللي عندك فتقوم بايزة بما إنك عندك اقتناع بإن الحاسد هيحسد ودي أول شروط شرط من شروط القانون الجذب وعندك اقتناع إن هو بمجرد تبسطه اللي طاقتها وحشة والعين هيطلع منها حاجة تخبط الحاجة اللي عندك تبوزها فأنت بقيت مقتنع فالكونيكشن سلبي بقى قوي فبقى الناس بيتحسد ليه؟ ما هو ده الجذب على فكرة طاقة سلبية خرجت تؤدي للشيء اللي عندك الإيجابي بوز بس إحنا للأسف بنقتنع بالسلبي لكن الإيجابي بقى لقى وحش حلو؟ وبالتالي مهم أكون مدرك بقى إن الكون كله مصخر لي فمع تفكيري ومع بنائي الذهني أو تصور الذهني اللي بعمله بيبدأ القدر بتاعي في المستقبل يتشكل بحسب ما أراه ثم بعد كده لما أبدأ أعمل السعي المادي بتلاقي شورت كاتس أو حاجات سريعة جدا بدأت تحصل بصورة قوية عشان توصلني أسرع مما أتخيل للهدف وده اللي بنسميه بقى حالة البركة أو حالة الفلو أو اليسر اللي بيحصل عشان كده كل إنسان في الكون إما إنه ميسر لليسرة أو ميسر للعسرة وإنت المسؤول